سعياً لمنح جميع الأطفال فرصة عادلة بالتعليم أطلقت وزارة التربية والتعليم الدليل الإجرائي للتعليم الدامج ضمن الخطة الاستراتيجية العشرية التي تهدف إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في قطاع التعليم أهمية الدليل الإجرائي الذي أطلق بالتعاون مع منظمة ميرسي كور تكمن في كونه أداة مرجعية إرشادية لكوادر وزارة التربية والتعليم على كافة المستويات حول كيفية تنفيذ التعليم الدامج في البيئة المدرسية وبهذا الصدد أكد وزير التربية والتعليم وجيه عويس خلال حفل إطلاق الدليل سعي الوزارة إلى الارتقاء في خدماتها المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء أمورهم وتوفير فرص تعليمية لهم أسوة بأقرانهم من الأطفال من غير ذوي الإعاقة وزارة التربية والتعليم في تطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم للجميع ولكافة شرائح المجتمع والحرص على حماية الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في العملية التربوية والتعليمية كل حسب قدراته وإمكاناته ومتطلباته وتوفير الخدمات التربوية والتعليمية المناسبة لهم ترجمة نانسي قنقر